اصلاح اكيجي بتدريج مستر كارترون كان منذ قليل في النادر الاهلي بينهي يعني مستحقات ووجوده في النادر الاهلي احنا دايما بنتمنى له التوفيق زي ما هو صراحة تمنى للنادر الاهلي وقال كان نفسي اعمل حاجات كتير للنادر الاهلي ولكن الظروف حتم بذلك شفت ازاي فترة مستر باترس كارترون شايفه ظلم ولا ظلوم خاصة عندما تولى الامور كانت الامور صعبة جدا وكان النادر الاهلي في جرابه نقطة وكان متزال مجموعة صعب بيبيل النهائي بعيدا عن الاصطاء النهائي الكل يدركها ولكن شفت ازاي مستر باترس كارترون بص ياهاب احنا مش عايزين برضو نظلم الراجل الراجل على مستوى عالي من الفنيات الراجل عامل نتائج مع فرق قبل كده كتيرة وإلا ما كانش اترشح لنادر الاهلي والنادر الاندر الاهلي فاحنا مش عايزين نغفل تاريخه كذلك برضو الراجل لما جيه يعني كانت الفرقة مش في حالتها الطبيعية وكانت خسرانة وكانت متزالة القيمة الافريقية وكان في مشاكل كبيرة في الفريق الراجل عامل نتائج كويسة ومشي بيها انت الغاية دلوقتي انت في بطولة الدوري ان شاء الله لو ربنا كرمك وكسبت المؤجلات هتبقى انت المتصدر في بطولة الدوري وصلك بطولة النهائي في الافريقي بغض النظر عن انما انت وصلت النهائي افريقيا بعد ما كنت انت متزايل القيمة فدي في حد ذاته نجحت الناس مش حاسة بيها طبعا عشان جمهور النادر الاهلي بيبصد دائما للبطولة انما دي في حد ذاته عند كتير من الاندرين في مصر او برا مصر بيعتبر نجاح ان انت وصلت للفاينال خرجت من البطولة العربية بماتشين تعادل انت متغلبتش في الماتشين يعني اكل برضو مع الفرقة وبعدين عايز اقولك ان باخطاء بسيطة حصلت الماتش الاخير سواء من الشناوي او الفرصة اللي اهضرها وليد ازارو انت كان ممكن مستمر في البطولة العربية الغد دلوقتي وكانت الناس طب من وجهة نظرك هل لو كان النادر الاهلي تخطى مباراة الوصل وتخطى زيه تورس 16 في كاز زايد هل برضو كان يحصل تغييرات فنية او كانت الامور على الاقل في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي لا ممكن على المدى البعيد ممكن زي طبيعة النادر الاهلي لها بتكمل لغاية الموسم ما تعملش بفترة معينة بس يمكن الادارة خادت القرار ده لان الجمهور ما كانش هيستحمل وجود كارتيرون الفترة الاخيرة لان بطولتين ففترة قريبة قوي وورا بعض انت خرجت منهم بغض النظر خرجت ازاي فما كانش ممكن يعني كان التغيير مطلوب في الفترة دي يعني كان التغيير مطلوب في الفترة دي شكل محترم نيابي صندول استيس خالد رندلي في الامارات بقى ابلاغ واجهة للواجهة كارتيرون قالك انه يتم ابلاغ واجهة للواجهة ده حاجة محترمة جدا وانهى كل حاجة النهاردة في النادي واعتقد ان هو كان يعني نفسيا مؤهل لحاجة زي كده لان عارف النادي الاهلي طبعا جمهوره كبير قوي ونادي بطولات واحيانا بيبقى التغيير لمجرد التغيير برضو مطلوب ان انت بتشحن اللعبة تاني بجهاز جديد بيقدر يعالج النفسية ممكن فيه ناس ما كانتش موجودة في الصورة ممكن مع تغيير المدرب تبقى عندها امل انها تبقى موجودة في الصورة تاني وتلعب وتظهر فاعتقد ان هو يعني طبعا احنا ما بنعدلش على قرارات النادي الاهلي احنا وصقين في القرارات فاعتقد ان التغيير كان مطلوب الفترة دي بس لازم ندي الراجل حق ان هو عمل مباريات كويسة وفي الفترة بتاع التدوير عنده اصابات كتير جدا